أفضل دعاء للميت لا تحرمه من أجره لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب للفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فضل الدعاء للميت إن الأموات ينتفعون بدعاء المسلمين لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فالدعاء إخواني كرام ينفع الأموات بإجماع المسلمين فينتفع بذلك بإذن الله تعالى أفضل دعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن إساءة عفوا وغفرانا اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهم أنزله منزلا مباركا وأنتخل المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبره روضة من رياد الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعيذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنه عبدك وابن عبدك خرج من الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه وأن تثبته عند السؤال اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم آته برحمتك ورضاك أقهي فتنة القبر وعذابه وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين اللهم انقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود اللهم احمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم اللهم أمنه من فزع يوم قيامه ومن هذول يوم قيامه واجعل نفسه آمنة مطمئنة ولقنه حجته اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا اللهم احشره مع أصحاب اليمين واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين اللهم بشره بقولك اكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعله من الذين سعيدوا في الجنة خالدنا فيها ما دامت السماوات والأرض اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك واحشره زاحت لوائه وسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يضمأ بعدها أبدا اللهم إنه صبر على البلاء فلم يجزع فامنحوا درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم إنه كان مصل لك فثبتوا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم إنه كان صائما لك فأدخله الجنة من باب الريان اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا فشفع فيه القرآن وارحمه من النيران واجعله يا رحمن يلتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعها وآخر حرف تلاه اللهم ارزقوا بكل حرف في القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارحمه فإنه كان مسلما واغفر له فإنه كان مؤمنا وادخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا وسامح فإنه كان لكتابك مرتلا اللهم ارحمنا إذا أتنا اليقين وارق منا الجبين وكثر الأنين والحنين اللهم ارحمنا إذا ورين التراب وغلقت القبور والأبواب وانفض الأهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا فارق النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربة هنئة لا يضمأ بعدها أبدا اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال وخالنا المقال ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال وليس إلا فضل الكبير المتعال اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالشهادة فاغفر له إنك أنت الغفار اللهم لا تحرمنا أشره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان وارضهم بقضائك اللهم ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد اللهم سل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع ذكر به غيرك فيستفيد فيكون ذلك في ميزان حسناتك فالدل على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة